موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فقد وهب الله عز وجل يحيا صلوات الله وسلام عليه العطفة والشفقة وطهارة من الذنوب كما كان باروا بوارديه محسنا إليهما ولم يجعله الله متكبرا عاقا لهما أو عاصيا لربه يتق الله ويخافه ثم نعم الله عليه بعد ذلك بالسلام الدائم والنعيم الأبدي قال عز وجل في القرآن الكريم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا السلام هو الثناء أسنى الله عليه في أول أمره إلى آخره وبعد الموت في الآخرة وسلام من الله على يحيا وأمان له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث من قبره حيا ولما كانت هذه المواطن الثلاثة الولادة والموت والبعث حيا أشق ما تكون على ابن آدم رخص الله تعالى لنبيه يحيا عليه السلام فيها بالكرامة والسلامة في هذه المواطن الثلاثة فقد قال ابن عيينة إنها أوحش المواطن إن أوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يره فهذه الأوقات الثلاثة هي أوحش ما تكون على الإنسان فأنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر فيفقد الأولى بعدما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه ولهذا يستهل الطفل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وينتقل إلى هذه الدنيا ليكابد همومها وغمها وإذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ وصار بعد الدور والعيشة التي ألفها في هذه الدار إلى عرصة الأموات سكان القبور وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور فمنهم مسرور ومحبور ومنهم محزون ومكثور فريق في الجنة وفريق في السعير لذلك يقول أحد الشعراء ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وكان نبي الله يحيى عليه السلام قد أمر بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل بالحكمة والموعظة الحسنة أن يعملوا بهن فجمع يحيى عليه السلام بني إسرائيل الذين أرسل إليهم في بيت المقدس حتى امتلى بهم المسجد فقعد عليه السلام مشرفا عليهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا وأمركم بالصلاة وأمركم بالصدقة وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل رواه الإمام أحمد وغيره وسبحان الله والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاخفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر